ورجعنا تان ورجعنا تان احنا كنا متكلم عن العظيم إبراهام ماثلو فرم التحفيز بعد ما ماثلو عمل نظرية دي قالك لأ في نظرية تانية تصور في التحفيز عملها رجل اسم مك جريجر قالك بص يا عم الناس مقسمين اكس و واي سين و صوت في ناس تحفز اسمهم اكس بتلقي قوام المباشرة هتلاقيهم مثلا في أصحابك في صديقاتك اللي تيك تقول له اعملي حاجة يقولك تبص الديني تعليمات واضحة و انا اعملها يا سيدي ما تفكر شوي يا عم مش عايز افكر الديني تعليمات واضحة لا يعيبهم ولا يقلم من شأنهم طب ايه الناس تانين هما الواي بقى مش قلتلي اللي عندك سبني انا اتصرف تماما مين صحف الاتنين مفيش صحف الاتنين كل قعد فينا بيحفز بطريقة في موقف ما بشكل مختلف عن كده وهو حد فيك ويزعل من شاب او شاب صغير جدا اللي هو في نظرنا عديم الخبر لكن نوع وي عايز ياخد المهمة ويروح يعملها من نفسه هنديه شوية توجيهات طبعا شوية ترعاية وشيعملها بشكل مصبوط وهو عا تزعى من حد كبير او في الوظيفة او في السهن اللي مفروض يكون معتمد على نفسه تماما بس هو من نوع الاكس لو عايز تعليمات واضحة ومباشرة جي بعد كده رجل لطيف قوي اسمه فريدريك تيلر عامل نظرية تحفيز المسمى بالتحفيز المادي وكان شعاره فيها ايام الثورة الصناعية هشتغل اكتر مفيش صحة وغلط في كل نظرية من دول لكن اما بقول لكم ليه الكلام ده مش كل حد يعرف هو بيحفز ازاي بسواء معي في اللحظة دي لان نمط التحفيز قد يختلف من اللحظة الى التانية تيلر قال ايه قال لي ديني فلوس هشتغل اكتر وكانت موجود ايام الثورة الصناعية زي ما قلت وكانت العمال بيشتغلوا اكتر شوية فبيقبضوا اكتر ومحفزين جي معا كده رجل لطيف جدا اسمه ماك ليلند قال لا الناس بتحفز بثلاث طرق فيه ناس تحفز بالاتشيفمنت او التحقيق زي الحقيقة بطلتنا الجميلة اللي شفتها من يومين عملت رقم الهندرد ميترز سموه اسرع سيدة في افريقيا هتقسمها بسانت حميدة لو انا متذكر اسمه صح لما الناس بتجري في السبق وبتوع السباحة الكوتش بيقولها ايه او بيقوله يلا هتكسر الرقم يلا دوس فاللي بيحفزهم هنا مش المكسب ولا الميدالية قد هو تحقيق الهدف فيه موظف يحفزه قوي انه قفل التارجد بتاعه انه قفل الشغل اللي عليه فده نوع من انواع التحفيز بالتحقيق الهدف جي معا كرالند قال لا فيه كمان نوع تاني اسمه التحفيز بالقوة ايه بقى بالقوة او الباور ده الناس بتحب المناصب الزعامة وممكن منجيبهم الحقيقة يصرفوا عن الموضوع ده عشان يبقوا هما زعماء الموضوع هتلاقوا دول في كل فصل دراسي ولد او بنت بتسميه الفا الفا ستودنت اللي هو غاوز عامة عايز يبقى رئيس الفصل يبقى امين عامل فصل كله حتى لو انفق من وقته مجهوده وفلوسه في الكلامنا النوع الثالث بقى بيسموه التحفيز بالانتماء كلنا عندنا في عائلتنا راجل او ست من عماتنا او خلاتنا او اعمامنا لما يجي زي تشتري حاجة لازم ياخد حد معاه وانت مش ياخد حد معاه انت يا رجل كبير اساسا لا طبعا هو بيحفز بوجوده في جماعة ويقتله عدم وجوده في جماعة ووجوده فردي فجامك قالك اعرف نفسك بتحفز بقى واحدة بالتلاتة عشان تطالب بيها اخر نوعه في التحفيز اللي هو المحفزات التوقعية او نظرية التوقعات ان انا قدي الناس توقعوا بهدف ماين هيحصل فيجي وراهم مش عايز اقوله عشامهم لكن النظرية دي انا قدي قوتها فيها حتة صغيرة مخيفة شوية ما توعدش بحاجة درش عليها اما توعد اعرف حدودك فين ليه انا قلتلكم حاجة التحفيز دي وليه علاقتها بالنجاح لو عرفت انتي وانت بتحفز بأنه نظرية في أنه وقت في أنه مهمة وتطلبها من مديرك او زمالك يحفزك بيها او تحفز نفسك بيها هتنجح تماما وعند دليل عكتان ده مهم جدا انه جبت شخص بسيط جدا فمحتاج فلوس وجيت قلتله هخليك تعمل شغلانة مش عايز اقول مهينة بس شغلانة صعب عليه قوي وخطر وحد ديك فيها ملايين جنيهات قد قولك لا ازاي لا امش انت بتحفز بالفلوس لا الشخص ده في المرحلة دي بيحفز بشكل تاني جايز عنده بلاد خايف عليهم جايز عايز يبقى في مركز قوي يعني كل ما عاد فينا بيحفز بنظرية ما في وقت ما بشكل ما يبقى عندنا تواصل وعندنا فهم الهدف بتاعنا وعندنا فكرة تحفيز ايه تاني ساعدنا على النجاح اما انا فكر كده ايه ساعدنا على النجاح تاني ايه تمهم قوي مبدأ الجودة وايه الجودة دي ولا هي موجودة في مجتمعنا ولا مش موجودة وحقيقا عندي حساسية موضوع الجودة شوية لان عمال اشوف ادلة ان احنا محتاجين نراجع نفسنا هن احن جايدين امنا يا الجودة دي لا تعريفات عشان نشتغل بالجودة سنساكرها الاول احنا قولنا ما لا يقاص لا يدار وما لا يدار لا يطور اول تعريف الجودة وبيعجبني جدا جدا هو عمل اشياء بالطريقة الصحيحة من اول مرة وكل مرة عكسها بين قنصين الفهلاوة فهلاوة دي احنا دينا برضو في الدول الشركة اوسطية شوية اختراعات كده ممكن نتكلم عليها حقيقة كسرت الجودة على مستوى العالم ما شاء الله يعني لكن اول تعريف الجودة تعمل حاجة صحة من اول مرة وكل مرة هي برضو رغم قوة هذا التعريف في كلمة مش مفهومة مش مقاصة الصحيحة مين يقول صح مين يقول غلط التعريف التاني للجودة اكتب ما تفعله ثم لا تفعل الا ما تكتبه عايز تعمل صاندويتش تعرف طريقة عمل الصاندويتش مدخلاتك ايه عيش جبنة زتون سكينة اول خطوة قطع العيش تاني خطوة ضع للزتون وهكذا وانت ماشي وانت قط قياس الجودة في النص انت ماشي مزبوط ولا لا يبقى هالطريقة الصحية اللي هي ايه زي الكتاب بالزبط اساسا اهم تعريف الجودة بقى اللي انا مش لقي وجعني جدا لو جاز لي انا استخدم مصطلح العام يعني هو الجودة بيقول ان هي ايه التطابق التام بنسبة مية في المية بينما اقدمه لعميلي وبين رغبات عميلي المتفق عليها مسبقة يعني انا مدي صديق ليه معاد الساعة تسعة يبقى مطلوب مني اكون عن صديقي الساعة تسعة ليش تسعة ونص ولا حية تمانية ونص تصوروا اللي انتفقنا عليه هو اللي عمله حد يقول لا تما الجودة العالية كويسة اقول لك الجودة العالية وحشة لانك رفعت سقف التوقعات وانش سوف تعمله تاني يبقى الثلاث تعريفات للجودة دول مهمين جدا طب هل احنا عندنا في مجتمعاتنا ناس لا تطبق الجودة للأسف الإجابة اه للأسف الإجابة اه وفي ثلاث كلمات كده بيوجعوني جدا باسمعهم طول النهار في البزنس وفي الشركات ايه ثلاث كلمات دول اللي هم ضد الجودة يا خبر عناية يا خبر قرني يا خبر رئابتي ايه الكلام العجيب ده رفعت سقف الجودة الى المالة نهية مفيش اتفاق محدد هنعمل ايه هيا بعض الشعوب عندها حاجة لطيفة جدا 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 ان ما بتطبقش الجودة وعندها فكرة ان ان شاء الله وان شاء الله رغم قوة هذه الكلمة الجميلة اللي هي معناها نظريا انا عملت العليا كله ومنتظر توفيق ربنا عند بعض الكينات والشعوب معناها اهو احنا هنشتغل وزا ما تيجي تيجي عايزيني طبق الجودة لان الجودة اداء مهمة جدا 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 من ادوات النجاح وفي بعض الدول حقيقة رغم قوة تعريفة على الجودة ده بيستخدم مصطلح ان شاء الله اللي هو المصطلح الجميل الرائع اللي معناها انا عملت شغري كله مظبوط زي الجودة ومنتظر توفيق ربنا هذه الشعوب بازالت استخدم كلمة ايه؟ ان شاء الله خير وانا بقولك ان شاء الله نتقابل على خير في معاد محدد الحلقة الجاية اشتركوا في القناة